توجه يوم أمس نحو 270 ألف طالب وطالبة تقدموا إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي موزعين على 2100 مركز امتحاني في المحافظات بعد أعلان وزارة التربية في وقت سابق انهاء الاستعدادات والإجراءات اللازمة لأنجاح سير العملية الامتحانية لمرحلة التعليم الأساسي يلي بتستمر حتى 25 من شهر أيار الجالي ميسان للمزيد من المعلومات حول الواقع الامتحاني لشهادة التعليم الأساسي نستضيف اليوم بصباحنا غير الأستاذ عهد الكنج نقيب معلمي ديمشق يسعد صباحك صباح الخير صباحكم على وسائل صباح الخير صباح عهد واشدنا نتمنى التوفيق لكل الطلاب وبالبداية خلينا نعرف كيف كان سير العملية الامتحانية مبارح صباح الخير مرة ثانية والرحمة كله رحمة لشهدان الأبرار بالأمس نطلق حوالي أكثر نحو 270 ألف طالب في جميع المحافظات السورية لتقديم امتحان شهادة التعليم الأساسي أيضا طبعا بالأمس الزيارة الميدانية التي يقوم بها كالمعتاد سير وزير التربية مع قيادتنا السياسية للإشراف على سير الواقع العملية الامتحانية وجود الامتحانات أو بدء العملية الامتحانية يوم أمس بهذه الطريقة وبهذه الأسلوب في جميع المحافظات السورية هي رسالة واضحة من الجميع من جميع الشعب السوري من طلاب ومعلمين وقيادة تربوية وسياسية ونقابية حتى أولياء الأمر الأهالي بأن الشعب السوري شعب حي يحب العلم ويحب المعرفة أيضا قمنا بدورنا كفريق عمل تشاركي مع وزارة تربية بجولة الامتحانات في محافظة دمشق كان هناك شيء يدعي إلى التفاؤل بالمستقبل من خلال الإصرار الذي رأيناه بالأمس في عيون أبنائنا الطلبة في مرحلة التعليم الأساسي وإصرار الزملاء المعلمين في عملية المراقبة التي تم التحضير لها سابقا بهذا الخصوص حضرتك نقيب معلمي دمشق خلينا نحكي عن محافظة دمشق بشكل العام كيف كان يوم أمس سير العملية الامتحانية خلينا نحكي عن الإجراءات والإستعدادات نحن نعيش يمكن ظروف استثنائية وظروف صعبة في مسؤولية مضاعفة ومجهود كتير كبير يمكن كتير من الناس ما بتعرف ولهيكا نحاول نسلط الضوء على المجهود المبزول من قبلكم طبعا أنا أخدت بعض الأرقام الإحصائية من زملائي في مدير التربية ومن غنيسي أنه الآن في عامية التحضير اليوم الغد ومتابعة بشكل يومي لم يتسنوا الحضور إلى الأستوديو والأخبار السورية ولكن قمنا بالتنسيق مع مديرت التربية بهذا الموضوع كي تكون المعلومة واضحة لجميع الأخوة المشاهدي حوالي 29304 طلاب بالأمس كانوا عدد طلاب في محافظة مدينة دمشق وحوالي 1804 للتعليم الشرعي 160 مركز توزعت على مدينة دمشق للتعليم العام و18 مركز التعليم الشرعي أيضا هناك 8 مراكز لتربية ريف دمشق في منطقة المزي والمهاجرين ومركز واحد للقنيطرة في منطقة التضامن و3 مراكز لديل الزور الموجودين حاليا في مدينة دمشق هذا التوزع في عدد المراكز هو أيضا رسالة هو أيضا رسالة بأن هناك أرياحية تامة قامت بها وزاعة التربية مشكورة بالإعداد الجيد والإعداد دائما بعملت الامتحانية ليكون لها استعداد غير أي عملية أخرى لماذا؟ لأن هي الأمل المشرق بالنسبة لأبنائنا وخصوصا أيضا في بعد عدة أيام سيكون هناك شهادة التعليم السنوي هي رسالة للعالم جميعا بأن الشعب السوري والشهادة السورية هي شهادة من أفضل الشهادات في منطقة الشرق الأوسط وحتى في الدول المتقدمة لماذا تشاهدون في جميع الدول العربية والعالمية خريج شهادة السنوية العامة في دمشق أو الجامعات السورية والمراكز المتقدمة التي يحصلون عليها في بعض الدول بعد خروجهم إلى الدول خارج سوريا أما الأحصائية الأخرى هناك حوالي تقريبا أكثر لو كي لا نقوم بأي أصناء الحديث أكثر من عشرة ألاف زميل وزميلة موزعين من مراقبين ورئيس رؤساء مراكز ومنأسر موجودين في المدارس في محافظة دمشق تم توزيع طلاب النظاميين حسب مدارسهم وأيضا تم توزيع الطلاب الأحرار حسب أماكن سكنهم بهذا الموضوع يعني مثلا شخص يسكن في منطقة المهجرين لا أستطيع أن أضع مركز له في منطقة الميدان حرصا على سلامته وحرصا على وقته كي يكون الوقت قصير بالنسبة لزهابه إلى عملية امتحانية أيضا هناك مندوب وزارة التربية من المحافظات الأخرى يقومون بجولة على المراكز الامتحانية بالإضافة لنقطة هامية جدا قامت بها وزارة التربية بتوجيهات وزارة التربية قامت بها مديرة التربية هناك في كل مركز مندوب للتربية هو صلة الوصل بين هذا المركز الامتحاني وغرفة المتابعة الموجود في التربية غرفة المتابعة موجود فيها مدير التربية معهم مدير التربية الصحة المدرسية الجميع يعلم ما هي غرفة المتابعة للاحظ أو لضبط أي حالة تستدعى التدخل في أي لحظة أو أي حالة تشغل بلا سمح الله في مركز معين أيضا لا نبخص حق الجهات المختصة وخصوصا قيادة الشرطة وجميع المعنيين بالعملية الامتحانية أخص المحافظة ونقابة المعلمين وجميع الجهود نعم نشوف في تكامل وتشاركية بين جميع الجهات الأنجاية العملية الامتحانية هذا العام كان هناك استعداد كبير وكبير جدا لاحظنا في الفترة منذ عدة أيام عندما كان وزير التربية ووزير الداخلية ووزير في محافظة حمص عندما انتقى مع المحافظون وقوات الشرطة في المحافظات للحظ وضبط العملية الامتحانية في كل مكان وفي كل زمن وفي كل وقت نلاحظ بعض الهنات بأن هناك ناس يحاولون أن يسروا بلبل في منطقة أوغرة فتكون هذه الجهات المختصة موجودة لهم بالمرصد لضبط هذه الحالات وتقديمهم إلى القضاء المختص جرد الأول أكثر من 270 ألف طالب هذه الرسالة لأنه استمرار العمليات الامتحانية ممكن أن محاربة الإرهاب بالعلم والثقافة هذه الرسالة يمكن للعالم أجمع لما نشوف الطلاب الصبح هالأعداد الكبيرة رايحة على الامتحانات تعطيك نوع من الانتصار الرسالة التي أخذناها مؤخرا بالأمس لو خرجنا خارج دمشق في محافظة حلب عندما قام أكثر من حوالي 900 طفل طالب بالخروج من مناطق منبج ودير حافر تحت سيطرة المسلحين بالزهاب للامتحان بتعاون الجميع الجهات المختصة لثيقتنا المطلقة بأن هذا الجيل القادم سنعمل عليه جيدا كي نمحوا بعض الآثار السلبية التي دخلت إلى فكرة صفتها سيطرة برطفل 900 طالب في منطقة منبج ودير حافر والقرى الصغيرة قاموا بتقديم الامتحانات على ما أعتقد بالأمس في منطقة السفيرة فضلا عن طلاب نبل والزهرة وفضلا عن الطلاب النظاميين موجودين في منطقة السفيرة هذا على ماذا يدل؟ يدل على وجود وزارة التربية ووجود الدولة في جميع الأراضي العربية السورية وحتى هذه اللحظة المنهاج العربية السورية هو المنهاج الوحيد الذي يدرس فيه جميع المحافظات السورية بما في ذلك الموجودين تحت سيطرة الأرهاب بعض الماطق الموجودين تحت سيطرة الأرهاب هذه أيضا رسالة واضحة لأنه حلب هي العاصمة الأخرى لسوريا العاصمة الاقتصادية هذه الرسالة أيضا كانت موجهة بالأمس من محافظة حلب شاء الله بالعلم وبالفكر دائما نحن منتصرين مبارح صار في يمكن حزف لسؤال من مادة الاجتماعيات خلينا نعرف تشو السبب إذا عندك المعلومة حضرتك أولياء الأمور بشكل عام دائما عنده طالب امتحانة وطالب شهادة أنت سأولات كتيرة شعب عاطفيين بالفطرة نحن وهو الشعب السوري شعب عاطفي بالفطرة يعني مادة الاجتماعية هناك سؤال عن ميناء الرصيفي الموجود في الأردن هو موجود في الكتب ولكن في المصور أو في الخارطة بشكل صغير جديد موجود من داخل المنهاج صارت هناك عدة اعتراضات وعليه خمسة من عشرين نصف علامة خمسة من عشرين إذا كانت العلامة من ستين إذا خدناها من ستين يعلينا نصف علامة هاي نصف علامة رح تتوزع على بقية السؤال هو السؤال عبارة عن عشرين علامة خمس علامات من عشرين لهذا البند لخمس علامات رح توزع على ثلاث احتمالات الأخرى ما في مشكلين ما في أي لبكة والوزارة كتير مستجابة استجابة لهذا الموضوع بسرعة خلص الاجتماعي خلصنا امتحان نحل المشكل نحط وراء ظهرنا خلي أفكر بكرة بمادة العلوم العامي بكرة بمادة العلم الصف التاسع طمن أهالي أن هذا الموضوع حل من قبل الوزارة مباشرة عطوا تعميم الامتحانات بهذا الموضوع أنه الخمسة من عشرين اللي هي نصف علامة بالأصل توزع على بقية السؤال فقط يمكن هون تعوي للطلاب بنوريا اللي هني أحيانا بيهملوا بعض الأجزاء من الكتب أنه يمكن كل حرف موجود بالكتاب إن كان بمصور بينما فردتك دفتك الكتاب هو داخل عميلة الامتحانية ولكن الاشتهادات والأسل المتوقع قد توقعنا في هذه المطبطة ولكن لا خوف هذا الموضوع قامت وزارة التربية المشكولة خصوصا وزارة التربية المشكولة بهذا الموضوع كان في استجابة سريعة بنفس اللحظة لماذا تحدثت قبل قليل الجميع مستنفر لإنجاح العملية الامتحانية كان في التاسع واللي في البكتوريات أكيد نوجه تحية أستاذ عهد لجميع القائمين على سير العملية الانتخابية على الجهود المبزولة بننقلكم فعلا الامتحانية يعطيكم العافية خلينا نحكي أستاذ عهد الإجراءات اللي تم اتخاذها مشان المراقبين يعني شو هي كانت التوجيهات أكثر من عشرة آلاف معلم اتجهوا للامتحانات لمراقبة الطلاق نحن في محافظة مشق العملية الامتحانية لشاهد التعليم الأساسي تتزامن مع العملية الامتحانية للامتحانات الانتقالية يعني المعلم هو بحكم ذاته على رأس عمله الصبح في المدرسة الامتحانات وبعد ساعتين فيه عندنا مثلا أو تاني يوم عندنا فحص سابع ثامن أو عشر حدي عشر يعني هني حلاوة الموضوع بهذا الموضوع أنه المعلم قائم على رأس عمله غير السانوي العامي غير السانوي العامي إذن الكادر جميع متوفر ولا يجوز الإعفاءات ولا يجوز إلا الحالات الصحية التي تستدعي أن يحال إلى صحة مدرسية ضمن منطقته فينا الأول ضمن منطقته يقوم رئيس المركز بتحويله الصحة مدرسية هناك الجديد مختصة ومن ثم لا يوجد إعفاء يعطى صحية يعني كأنه قائم على رأس عمله بهذا الموضوع هذا بالذات المراقبين موجودين بالعكس لدينا فائد في بعض المراكز ولدينا مراكز احتياط موجودة في كل منطقة في كل حديث جغرافي مكتصة بالمراكبين لا يوجد أي خلل من ناحية ناحية المراكبين ورؤساء المراكز يتمتعون معصمهم بخبرة سادقة موجودة جهات التي بتعطوها للمعلمين يعني بحد اليوم خصيصا أنه يمكن طالب التاسع أو طالب الشهادة بشكل عام بيكون بحالة نفسية محتاج لتعاون كتير كبير من كل اللي حواليه وهون بيعاني أحيانا بعض الطلاب من أنه الحالة اللي هنا بيكونوا يعني في الحالة النفسية إذا أحد أحكى معهم أي كلمة ممكن فورا ينزوجوا معها يقدروا يكملوا بالامتحان بالضبط حالة الحالة الامتحانات بشكل عام كيف ثقافة مجتمع ثقافة مجتمع تبدأ من البيت وتنتهي بالطالب البيت والمدير والمعلم والإداري والمراكب الجميع هناك تعليمات امتحانية تليب بالأمس قبل نصف ساعة من الامتحانات على جميع الطلاب وتزامن امتحان التاسع أو التعليم الأساسي مع صف السابع والتعليم العاشرة والحد عشر صباحي أو بعد الفترة الفاصلة ساعتين هو يعطي أريحي للطالب بهذا الموضوع البعض يقول يجب علينا فصل التاسع عن المرحلة عن الصفات والتقالية هذه أول سنة اللي بيكون بهالوقات ثانية أو ثالثة التعليمات الامتحانية واضحة وصريحة في جميع المحافظات وهي ليست قسرية أو إجبارية تعليمات امتحانية أما أصداء المراقبة أصداء المراقبة أنا طالب صف تاسع إذا أنا محضر بالبيت بدي فوت بأريحية وطلع بأريحية شو محضريني أهلي شو محضريني بالمدرسة على مدار العام كله على مدار السنية كله بدي أحصد نتيجة بس يلي بيروح بيكون بباله فكرة معينة حول أنه بدي روح أنا جيب نتيجة بدون ما أدرس هذا بدي حس بالأرباك وأنا ما بزعل عليه بس بزعل مين بزعل على الأهل حتى يبدأوا بي بدأوا معهم بداية العام الدراسي حيزين نعطة بالزرعة أنا كنت أسألك خلينا أحكي عن بعض الظروف يبتنفرض يمكن ع الطالب أو المعلمي نحن بزروف حياتية عايشين وزروف حرب خلينا أحكي عن المراكز الاحتياطية شو دورة يعني أنا ممكن أتأخر كطالب امتحانات ع الطريق تأخر على الامتحان يعني صبع عمص لازم كون ممكن أنا أتأخر شوي أقرب مركز امتحاني احتياطي فيني أقدم عليه خلينا نحكي عن بعض الإجراءات اللي هي الاستفادة مننا للطلاب يعني شاهدونا والأهالي كمان في نقول هلأ إنه يصير تأخير للطالب هاي ما بيصير تأخير ليش هو ظروفي يعني أبعد مركز امتحاني عن سكن أهل الطالب ما بيتجاوز خمس دقائق ما شي إذن ما في حواجز ما في أي شيء ما حد يعمل حجي أو أي كذا بالطريق مراقب اتأخر مثلا في مراقب أنا حاط نفسي في منطقة المزي وساكن بضاحة قدسية يمكن اتأخر المركز الاحتياط شو يضم مركز الاحتياط في مجموعة من المعلمين زملاء المعلمين والمعلمات حوالي 200-300 معلم هادول فاق هادول احتياط مثلا مركز معين غابت أو تأخرت زميل من زميلاتي عن عملية مراقبة رئيس المركز بخاطب مركز الاحتياط أنا عندي نقص مراقبة 2-3 مباشرة رئيس المركز الاحتياط كما بدنا نحن معلم مراقبة مباشرة نبعث على المركز المطلوب ولا يوجد أي حالات نقص في مراكز الامتحانات وان وجدت مراكز الاحتياطية موجود لهذا المعلمين طيب اتأخر الطارب بسبب ظروف يمكن بالبيت ما فيه توجهه أقرب مركز الامتحاني مو بالضرورة يكون مركزه لا يقدم الامتحان يجب أن يكون هناك مبرات ومبرات واضحة جدا يعني ولم تحصل سابقا إلى قل ما حصلت هذه الظاهرة أبعد مركز الامتحاني مسير على الأقدم خمس دقائق وخصوصا طلاب الأحرار في أماكن سكنهم أعطيك مثال منطقة المهاجئة مثلا هالمدرسة الإعدادية موجودة في جادي رغم أربعة والامتحاني في جادي رغم ثلاثة أو جادي رغم واحد إذن مسير ثلاث دقائق أربعة دقائق ماشي هذه العملية قامت فيها وزارة التربية وجهت بهذا الموضوع ونحن في دمشق بهذا الموضوع مرتاحين كثير بهذا الموضوع ليس كبقية المحافظات السودية نحن نتمنى التوفيق لكل الطلاب وإن شاء الله يا رب بتكون العملية الامتحانية سهلة وبسيط عليهم وبتمروا على خير وسلامة وأيضا نشكر كل الجهود اللي عم تبذلوها أنتوا بنقابة المعلمين ولكل المعلمين يحطوا كل جهدهم وكل وقتهم لخدمة هذا الطلاب شكراً كتير لألك أستاذ صاحب طبعاً نقابة المعلمين هي رديف حقيقي لوزارة التربية من خلال العملية التشاركية التي نعمل مع بعضنا البعض المعنى الأساسي هي وزارة التربية ومديريات التربية ولكن ذكرت في البداية مقولة وأنا سأختم بمقولة كل شيء بالأمل إلا النجاح النجاح بحاجة إلى جهد بحاجة العطاء بحاجة إلى دراسة على مستوى العام كي نحصل على النتائج الإيجابية التي يرجوها الأهل ويرجوها طلاب أتمنى التوفيق لجميع ابنائنا الطلبة في التعليم الأساسي والتعليم السنوي والشكر موصول أيضاً لوزارة التربية ومديريات التربية والمعلمين الذين يقدمون جهة مضاعة هذه الأسماع أكيد نتمنى التوفيق لكل طلابنا في جميع المحافظات لأنه فعلاً هن فرسان الغد وعم يقوموا بجهد مبزول كتير كبير من وجهة تحية لوزارة التربية لجميع القطاعات التشاركية اللي كانت مع وزارة الدربية إذن كان وزارة داخلية أو جميع المحافظات شكراً لك الأستاذ عهد كنج نقيب معلمي ديماشك شكراً لك شكراً لك